بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم النهاردة في مادة الإبديميولوجي دانية تمريد الشابتر 5 هنتكلم عن وحنتكلم عن إزاي أعمل كياسات لحدوث المرض علشان نبدأ لازم الأول نعرف أن فيه عندي معدلات مرض ومعدلات وفاء Morbidity rates the rate that major disease Morbidity rates the rate that major death يبقى المربidity bị عبر عن el disease والمورتالي عن el disease يطرى المورتالي Corner data أسهل أن أنا أحصل عليها أكثر من الموربidity أو العكس طبعاً لوجيك كده إن أنا المورتاليتي داتة دي بحصل عليها منين أكيد من شهادات الوفاة ودي أكيد دقيقة أكتر دقة وبتبقى بحكم القانون لازم أي إنسان بيتوفى بتعملوا شهادة وفاة فسهل قوي إن أنا أحصر عدد الوفيات فبنقول إن المورتاليتي رات are easy to obtain because they must be recorded by law in Egypt طيب بالنسبة للمورباديتي داتة قولنا إن هي تبقى sometimes difficult to obtain because the patient may not go to physician or the physician may not report يعني ممكن العيان ما يروحش للدكتور ويعالج نفسه بنفسه زي ما بيحصل عندنا في مصر أو يروح للصيدالي يوصف له علاج أو يسأل جاره أو 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 لو راح للدكتور الدكتور ممكن ما يبلغش بالحالة للـ Local Health Authority سلطات الصحية المعالية So we have complete information on this and incomplete information on disease نشوف إيه بقى المجرد الممكن أستهدما في المورباديتي and mortality Morbidity and mortality rates are used for identifying the characteristics of individuals يعني بتوصف المميزات الشخص ده بالنسبة للـ Age للـ Sex who have the disease or health problem and the environmental conditions that favor the condition They also show the time changes in occurance of condition دي حاجة بتفكرنا بالمثلث بتاعنا او triangle اللي قلنا اللي هو distribution of disease دايما بيبقى له ثلاثة فاكتور person place time اول حاجة كتكتر بتاعة الـ person تانية حاجة time changes يعني آآ باتكلم عن الطايم اقول ان انا اخدت الميزورز بتاعتي دي في آآ سنة آآ الفين وتسعتاشر مثلا طب الـ place اقول ان انا اخدتها في دولة آآ في ايجيبت او اي دولة اخرى وهكاسف يبقى انا لازم احدد الـ person place time علشان اعمل measurements to the mortality أو morbidity therefore person at risk time and place must be considered in the calculation نيجي نشوف morbidity rates هنقول في عندنا حاجتين incidence rate and prevalence rate يعني نبدأ بالـ incidence rate يقول انها is the estimated rate of disease occurrence newly diagnosed problems for given year and specific location اتفقنا ان هي انا بوصف person place time فبقول الـ person في الاول ان هو المريض بمرض شكله ايه؟ نيولي دايجنوزد يعني آآ مرض حصل السنة دي اللي انا بـ اللي انا time بتاعي واخداه في السنة اللي انا عاملة فيها الميجيونز آآ في specific location طبعا وبحدد في اي مكان فلو جيت اشوف الـ incidence rate بيساوي ايه؟ حقوه number of new cases notified الحالات الجديدة اللي بلغ عنها فيه 1000 ده علشان لما باجي احسب في الاخر بدل ما احسب في مية باحسبها في الـ 1000 على اساس ان عدد الحالات بتبع الليل فبحسبها في الـ 1000 واخط المقام mid-year population at risk when the incidence rate is high it indicates one on the fall يعني ايه؟ انا دلوقتي لما الـ incidence rate بتاعتي تبقى عالية ايه اللي استفيدوا في علم الوبائيات ان انا اعرف ايه عن المرض ايه اللي هستفيدوا ها اطلع منه بحاجات اول حاجة انه ممكن يكون seasonal increase يعني عدد الحالات الجديدة اللي ظهرت السنة دي وممكن تكون مرتبطة بوقت معين شهور معينة في السنة زي دخلة الشتاء او دخل او في فصل الربيع بيبقى فيه بعض seasonal increase في بعض disease such as influenza or diarrhea طيب ممكن ايه كمان الزيادة في ال incidence rate ما هادتونrolling ما اوخ كل مرة ايباد BERADE ما احنا قلنا قبل كدنا للا quin dead اوخ هو sudden increase آآ آآ cases more than expected نمر ممكن تكون ايه كمان ممكن failure of primary prevention of the condition يعني انا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ cuا azt mieux tem啦 Kerry said pone si i bad !" cryptel فكانت النتيجة إن عدد الحالات زادت أو نيو كيس الزادت When this incidence is low العكس بقى إمتى بقى تبقى الإنسدنس rate low دي حالة طبعاً كويسة لما معدل الإصابة يبقى ليل يبقى It indicates primary prevention had an effect دي حاجات بتيجي كتير قوي في امتحانات الأم سي كيو يقول لك when incidence rate is high in the case A وفي اللوبت in the case A وهكذا نيك نشوف ال prevalence rate The estimated rate of all disease the case مش بس نيو لع نيو لدياقنوزد and the source under treatment يعني ال old اللي كانوا من السنة اللي فاتت في بعض الكورونيكي ديزيز اللي بتوعد فترة طويلة بقسها كل سنة قائس النيولي واخد معها بتاع السنين اللي فات For a given year and specific location ازا ايه بقى يساوي ايه Number of all present case new زائد old لو انا بقيت مثلاً مرض معين حاخد اللي حصل السنة دي واخد عدد الحالات اللي انا حصرتها المرضى بنفس المرض موجودين فعلاً present فبقول number of all present case new زائد old في الألف بتاعتي على المدير population at risk فبنقول كده بعرف معدل انتشار المرض when this rate is high امتى بقى تبقى high it means one of the phone لما تكون new cases are increasing النبر البسط عندي حيزيد طبعاً يبقى ال rate حيزيد the illness of long duration فاحنا بنقول the old دي عبارة عن chronic cases فلو chronic cases دي وقت وقت طويل والعيان ما خفش هلاقيه كل سنة هتتعدلي مع new وهتزود لل prevalence rate اللي هي the illness is of long duration number of old cases is high when the prevalence rate is low العكس بقى احنا كنا بنقول لو كان high بيبقى في increase في ال incidence rate لأ هنا او new cases زائدة هنا بقى العكس new cases are decreased اه اه في الحالة اللي فاتت كنا بنقول of long duration هنا هنقول of short duration يعني اه disease disease off short duration ممكن حاجة تانية مش بالضرورة يكون short duration ممكن ما هو ما هو short duration وخف فما تعدش انه هو حالة آآ قديمة او ممكن diet نيجي نشوف بقى حاجة مهمة في الوبائيات اللي هي surveillance آآ ده عبارة عن الترصد آآ والترصد ده شيء يعني ده آآ آآ مهم جدا في الوبائيات آآ فبنقول in Egypt most of the communicable infectious disease are notified ترصد أنا آآ بعمل notification disease to the ministry of health and population لوزارة الصحة والسكان through a routine system of disease monitoring اللي هو surveillance آآ 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 عشان أبلغ ببلغ بالحالات الجديدة الابلغ دايما بيكون آآ آآ فاعتمادنا في surveillance على incidence rate يجي لخبطك في الامتحان ولا في mcq بيقولك مسلا آآ incidence rate ولا prevalence rate ولا اي حاجة تانية لا انت بتقول incidence rate لان انا بتكلم عن معدل الاصابة الحالات اللي انا ببلغ عنها بعد كده نيجي نشوف المورتالتي ريتز خلصنا الموربيديتي وقلنا آآ الانسيدنس والبريفيلنس نيجي نشوف المورتالتي ريتز آآ نسبة الآآ آآ فكرة عن الهيلس كير يعني الدول اللي بيبقى فيها مورتالتي ريتز عالية الطبيعية حقول ان الهيلس كير فيها آآ لو آآ او ما هواش امبروفد في الدول آآ النمية مسلا حتى آآ او في الدول المتقدمة هتلاقي المورتالتي ريتز آآ لو علشان الهيلس كير امبروفد آآ افزا مورتالتي ريت اس ديكريزينج هيلس كير اس جود يبقى احنا بنقول لو المورتالتي ريت آآ لو يبقى الهيلس كير جود طب بتساوي ايه بقى؟ بتساوي نمبر اف اول ديس في الف على المدير بوبيوليشن يبقى انا بقيس كل حالات الدس واقسمها على المدير بوبيوليشن نشوف آآ الكوز سبيسيفيك ديس ريت آآ بنقول انها is important to show آآ disease behavior time, place and the people at risk يعني ايه؟ احنا خدنا كروت ديس ريت آآ وقلنا ان هي بتقيس الديس ريت جنرالي هنا بقى في حاجة نوعية اللي هي آآ ان الدس ده due to certain disease يعني مثلا نقول آآ number of this due to specific disease زي مثلا آآ نقول coronary vascular disease null cancer infectious disease زي آآ كوليرا مثلا زي كورونا اي حاجة ونضربه في الف ونقسمه على mid-year population at risk كده يبقى معانا الكوزي سبيسيفيك ديس ريت ديس ريتس are obtained from the information and health statistics department آآ م او اتش بي آآ اللي هي نقول information معلومات و health statistics الإحصاءات الصحية آآ يبقى مركز المعلومات والإحصاءات الصحية بوزارة الصحة والسركان مركز المعلومات ده بي آآ بيحصر لي الاعداد وبيعمل لي كل الإحصائيات بتاعة آآ الدزيز والآ والآ وأسبابها واللي بتؤدي للوفاة والوفاة ديوتوب آآ certain disease كل ده بي يبقى موجود في مركز المعلومات والإحصاءات الصحية ووزارة الصحة والسركان وكمان the central agency for public mobilization and statistics اللي هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنيك نشوف نوع تاني من الـ هنا بقى مش بيشتغل على الـ أو نوع اللي هو سبب الوفاة لا هنا بيشتغل على معينة ودايما أنا باخد كل خمس سنين يعني اخد من زيرو لخمس سنين طفل لسه مولود لأقل من خمس سنوات وبعدين من خمس سنوات لعشرة وبعدين وهكذا فبنقول كل الـ يبقى بيركز لي على certain age group عشان كده سميته age specific dis rate بيسوي إيه بقى number of disrecorded for individuals in a certain age group في ألف على المتجر population of the same age at risk Usually each age group range is five years in length for example under five years old refer to group age zero to less to less than five years old age specific dis rates are useful إيه بقى إيه فايدتها إيه بقى إيه بعمل age specific dis rate to detect a health problem in certain age groups for example people between age of five years as than five years old and six years show the lowest mortality rates يعني اللي بين خمس سنوات وستين سنة دول دايما بيبقى بتاعتهم لو بالنسبة لل يعني لما نشوف أقل من خمس سنوات وأكتر من ستين سنة بتلاقي الـ بتاعهم عالي الأطفال الصغيرين قال لهم خمس سنوات نسبة الوفاة فيهم عالية والأكثر من ستين سنة نسبة الوفاة فيهم عالية بالنسبة للأيج جروب بتاع من خمسة لستين طب فرضنا أننا لقناه فجأة كده أو لقناه في سنة من السنوات عالي لابد لازم نفكر نشوف السبب نعرف إيه السبب طيب آخر حاجة بقى الـ Infant Mortality Rate بنقول إن هي number of deaths recorded for children in the first year of life لأن إحنا عارفين الـ Period of Infancy اللي هي the first year of life of the child يبقى حناخد number of deaths recorded for children in the first year of life في الألف على number of registered live birth على عدد الموليد Infants in their first year of life are exposed to different infections in Egypt these infections are mostly gastrointestinal and respiratory disease يعني بيقول لي إن إيه أسباب الـ death for the first year of life طبعا هي أسباب عديدة كده من تخطوها في الأطفال لكن يعني جايب لي إن فيه بالنسبة للـ infection بنلاقي إن دول أكتر جهازين بيحصل عليهم infection في الأطفال في السنة ده اللي هو gastrointestinal and respiratory نيجي نشوف الـ infant mortality rate بنقول عليها إن هي the most usable health care indicator ودي برضو ممكن تيجي MCQ على أساس إن أنا دلوقتي إيه أكتر mortality rate بس تخدمها وبعرف منها معلومات عن مين عن الطفل عن الأم هنشوف إزاي فبنقول the lower the infant mortality rate the better the health care in the country or area كل لما يبقى الـ infant mortality rate low كل ما أتأكد إن فيه better health care في الكانتري this first year of life also reflects the care given to the mother يعني هي مش بس بتديني فكرة عن health care given to the infant لا ده بتديني كمان فكرة عن health care given to the mother ليه لأن هي كل لما تاخد health care كويس جود في فترة الـ pregnancy كل ما هتجيب لي بيبي سليم في والصحة بتاعته الجيه هتستمر معاها the first year of life يبقى بنقول this first year of life also reflects the care given to the mother during pregnancy and labor most care more care for the mother often translates to less infant death كل ما تجي الماثر care during pregnancy كل لما يبقى في infant death lower ونستكمل إن شاء الله المحاضرة اللي قاية